هنروح من تنس الأرضي للسكواش عارفين طبعا لعبنا الكبير الفتى الزهبي مصطفى عسل هادي الأثناء وهادي الأيام بيلعب بطولة العظاماء الثمانية البطولة دي الحقيقة مصطفى عسل فاز بيها مرتين منها المرة الأولى كأصغر لعب في التاريخ يفوز بالعظاماء الثمانية واللي بتتلعب أو بيشارك فيها أعلى تمام لعبها رنك على مستوى العالم الأول من الأول للثامن وبتبقى البطولة شارسة فما فيش مطش فيها سهل الجميل في البطولة دي انها بتبقى بيست أوف ثري يعني بتكسب اثنين واحد تلاتة أو تلاتة يعني اثنين واحد أو اثنين صفر يعني ما بتوصلش لثلاث أشواط في الحقيقة بتبقى المباراة هادية معاد الأدوار النائية الأدوار النائية بتروح على بيست أوف فايف يعني أصدقوا لأن من قوة البطولة ما بيجدوش اللعيب لأنت كل يوم تقريبا بتلعب مباراة مصطفى عسل استطيعنا يفوز في المباراة الأولى وكانت يعني بنتيجة اثنين صفر على الفرنسي فيكتور كراود هيلعب ان شاء الله النهاردة مع البيروفي ديجو إلياس أحد أفضل اللعيبة في العالم وديجو إلياس تقريبا عامل يعني كونتراكت مع مصطفى عسل كل ما يروح بطولة يلاقيه كل ما يروح بطولة يلاعبه فالحقيقة يعني مش غريب أن يبقى المباراة يعني مصطفى عسل مع ديجو إلياس تتكرر يمكن كلا كتة 8 أو 9 مرة هذا الموسم وفي حالة فوزه إن شاء الله يدمن أن يتأهل الدور قبل النهائي بصرف النظر على المباراة المتبقية ليه مع مازن هشام يوم الجمعة اللي جاية بطل نادي ودي ديجلة بالمناسبة مصطفى عسل بكرة هيكون راحة المباراة مسهلة أو سوري البطولة مسهلة وأيضا طبعا المباراة كمان مسهلة بالطبع ولكن البطولة بتتلاعب في مصر مصطفى عسل فاز بيعني مرتين هذه البطولة وده إنجاز كبير في اللاعب في هذا السن وكانت مفاجأة اللي فاز فيها في عمر 19 سنة أول بطولة يفوزها بالمناسبة كانت في مصر وكانت بتتلاعب في 6 أكتوبر برضو فماشاء الله كانت يعني في أحد المولايات الشهيرة الملعب أنا فاكر كويس أول المطش ده وكان فينال وكننا عندنا حلقة وكنت متابعه فمصطفى عسل من أحد أفضل اللاعبين في العالم مصطفى الحقيقة كان يمكن قبل كده الحماس بيغلب شوية عن السكواش كان عنده حماس وشوية وكهرباء زيادة وده حل يعني عدد كبير من اللاعبين ولكن مع الوقت بدأ يعني يعمل تريمينج للكهرباء دي وبدأ يزمط الأداء وبدأ كمان يركز في السكواش جوه الملعب ما بقاش يخش في حاجات فرعية ده الداله أيضا طفرة كبيرة في الأداء نتمنى المصطفى عسل طبعا تعرفين المصطفى تصدر تصنيف العالمي بس ده مش هدفه هدفه البطولات هدفه الأداء هدفه النحل الفنية مصطفى لسه ماكملش 22 سنة إذا هو لعب لسه صغير اسم مروان الحقيقة برضو جامل جدا مروان عسل وكنا عملنا حلقة مع مصطفى مروان لا تفتكروا مروان برضو بطل مصر في سنه وبطل بطولة أمريكا المفتوحة وبطل بطولة إنجلترا المفتوحة يعني أنا أتوقع مروان هيكون في يوم الأيام أحسن من مصطفى كمان